معركة اليمن معركتنا ثورة اليمن ثورتنا ثورة قامت يوم 26 سبتمبر يوم 27 سبتمبر الملك سعود كان عنده حالة استيرية وبدأ يبعث السلاح إلى نجران وإلى جيزان الشعب العربي في المملكة السعودية الشعب العربي عليه مسؤوليات هم ما سموه المملكة السعودية هو ما سماش نفسه المملكة السعودية هو في الجزيرة العربية طول عمره نجد والحجاز ولكن الشعب العربي هل يقبل أن يرفع السلاح ضد الثورة؟ ممكن المأجورين بيرفع السلاح ممكن المرتزقة بيرفع السلاح ممكن الرجعيين بيرفع السلاح ممكن أسحاب المصالح بيرفع السلاح ولكن الأحرار هل يرفع السلاح؟ عندنا خسائر أنا هقول لكم عدد الخسائر بالكامل ومن أول يوم لغاية مبارح الخسائر اللي عندنا مية ستة وتلاتين ضابط وعسكري الزباط واحد وعشرين الجنود مية وخمستاشر كل واحد فيهم جزمته أشرف من تاج الملك سعود والملك حسين قواتنا العربية اللي موجودة في اليمن ستعمل على القضاء على كل عدوان ثم ستعمل أيضا على القضاء على قواعد العدوان وما قول قواعد العدوان ما أصدش أبدا الشعب العربي في السعودية أصد قواعد العدوان التي يدبرها ملوك السعودية وأمراء السعودية ضد الصورة اليمنية وضد قوتنا العربي هل تستطيع الرجعية الحاكمة في السعودية أن تقمع الآمال المشروعة والأحلام الجياشة في صدور الآلاف من شباب شبه الجزيرة العربية أبدا لن تستطيع الرجعية السعودية أن تحقق ذلك لاحظنا في السنة الأخيرة تعاون مطلق بين الرجعية العربية وقوة الاستعمار وأن فيه تعاون وتضامن بينهم للعمل ضد القومية العربية وقوة السورة والتحرر العربي صفقات السلاح المشبوهة التي تستهدف العرب ولا تستهدف عدو العرب بدليل أن الأسلحة اللي بيديها لبعض العرب هو الذي يعطيها لأعداء العرب اللي سلح إسرائيل هو اللي بيسلح السعودية هو اللي بيسلح الدول الرجعية اللي موجودة في المنطقة الطائرين الإنجليز وانت قريطوا أولي مبارح كلام عن الطائرين الإنجليز لاتفاق بين السعودية وبريطانيا على أن بريطانيا تديها طائرين إنجليز وفيه طبعا في السعودية بعثة عسكرية أمريكية وفيه أيضا بعثة عسكرية إنجليزية أنا لا أتصور بأي حال من الأحوال تستطيع المملكة السعودية أن تحارب في فلسطين وفيها قاعدة أمريكية وفيها قاعدة بريطانية تستطيع السعودية أولا أن تتحرر من القاعدة الأمريكية وتتحرر من القاعدة البريطانية ثم بعد هذا تتجه الى تحرير فلسطين وكل ما سعود اتكلمنا عليها بكده وعارفين حكايته كلها من اولها الاخرها ويعني والضربة في الميت حرام اشتركوا في القناة